الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله كيف نؤمن بالله نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة ونؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا ما هي الأدلة على وجود الله الأدلة على وجود الله كثيرا جدا الدليل الأول العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذه المخلوقات وفي هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد المدبر سبحانه وتعالى الدليل الثاني الحس أشياء تراها بعينك أو تسمع بها تكون في كرب وشدة وتقول يا رب فرجها تكون مريضا مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى نعافيك من هذا المرض يذهب عنك المرض هذا دليل محسوس ملموس يدل على وجود الله سبحانه وتعالى المدبر سبحانه وتعالى ايجياءات أهتمل فرجه سبحانه وتعالى السبحانه وتعالى هنگishida هنگishida الدليل الثالث الفطرة الفطرة